النفسي اعتقد الصدين قادين ينجحون في هذا الامر اولا هم تنظيم سياسي حديدي معناه انه يجي وزيرهم او يجي رئيس الزراء راح ينفذ خطة موضوعة هس تقول لي الخطة صح لو غلط هاي ما اعرف هنعرف خطتهم شنو طبعا اكيد على التيار الصدي داري يجي نجح مو يروح يقسل لي المدارس بصون دمال المي مو هاي الطريقة اللي يحتاجها العراق مو هاي الخدمات اللي يحتاجها العراق عدنا مشاكل حقيقية عدنا مشاكل خدمية حقيقية وحتى ما محتاجين مشاريع سياسية ما محتاجين نتكلم شرق وغرب محتاجين نقول كم وحدة سكنية راح توفر محتاجين نقول كم عاطر راح تشغل كم طريق راح تبلغ كم جزر راح تبني كم مدينة جديدة راح تأسس عندك هاي مشروع عندك هاي رئيس وزراء عندك هاي وزراء قادين ينفذون وعدك برنامج فعلي حقيقي اه اه الى زمن محدد هاني اكيد لك اذا قدروا الصدريني قدموا الرئيس وزراء بهكذا برنامج ويطبقون هذا البرنامج اذا هم اليوم 72 انا اليوم سجلها علي الانتخابات القادمة راح يجوون 110 تيار الصدري وراح يظلون يحكمون العراق 12 سنة اذا نجحوا اذا قدموا خدمات حقيقية اذا قدموا مشروع دولة اما لا والله جابوا رئيس وزراء وطلعوا لياه يروح يكنس شوارع او يخسل مدارس بالسوندي هذه رسالة مولا الشعب العراقي رسالة لما هذا الرسالة للتيارهم يعني هاي الاشياء على التيار صدرين يعرفها هذه دولة اسمها العراق هذا شعب 40 مليون وانت اليوم فائز بالانتخابات وانت اليوم متوجه الى ان تقوم بتشكيل حكومة رسالك يجب ان تكون ثقيلة عميقة يجب ان تقول انا هذا برنامجي انا راح انتج مليون وحدة سكنية انا راح اخلق مليونين فرصات عمل انا راح احقق يعني منجز اقتصادي واجتماعي وخدمي خلال فترة محددة اكو مشكلة واحد اثنين اثلاثا انا راح اقدم له حلول انا راح 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 ا